كما استقبل سمور عه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير التجارة والصناعة خالد ناصر روضان ورئيس مجلس المفاوضين المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال الكويتية الدكتور أحمد عبد الرحمن الملحم والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي والسادة أعضاء هيئة أسواق المال وذلك بمناسبة إعلان مؤشر مورغانستانلي لأسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى عن ترقية تصنيف بورصة الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة هذا وقد أشهد سمو حفظه الله بالمساعي المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير من قبل القائمين عليه من كافة الجهات مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانته محليا ودوليا والارتقاء بسوق المال الكويتي عالميا متمني سمو لهم دوام التوفيق والسدادة